وشدد معالي وزير خارجية على حرص مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة على ردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية التي تواجه تهديدات مختلفة وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في إيران الذي يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ومؤسساتها ويدعم الجماعات الرهابية المتطرفة أننا نرى أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول منطقة هي مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة التي تدرك مخاطر المرحلة الراهنة وتعي متطلبات المستقبل وتمتلك من الرغبة الصادقة والإرادة الجادة والسياسات الرشيدة ما يجعلها عناصر لا غنى عنها في تحمل تلك المسؤولية وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها ورد كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية التي تواجه تهديدات مختلفة وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في إيران الذي يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ومؤسساتها ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويلقي التهمة جزافاً ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران ويطمع في الهيمن على المنطقة من خلال تعليم وتصدير ثورته البائسة التي يرزح الشعب الإيراني تحت طغيانها وقمعها وظلمها وينشر إيدلوجية متطرفة أصبحت بند ثابت في سياسته الخارجية